اهلا بحضراتكم في هذه التغطية الخاصة شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح المرحلة الثانية لمصنع سايلو فوز للصناعات الغذائية بمدينة السادات في محافظة المنوفية وخلال كلمته في الافتتاح شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاستعداد الكامل لجهاز الخدمة الوطنية للشراكة مع القطاع الخاص مؤكداً أن الدولة لديها استعداد ثام للشراكة أيضاً مع القطاع الخاص بكل مؤسسات وشركات القطاع العامة معلقاً أن الأمر متاح لكي يصل لكل الناس ومن لديه الاستعداد للدخول في شراكة مع الدولة أضح الرئيس السيسي خلال افتتاح المرحلة الثانية لمصنع سايلو فوز للصناعات الغذائية بمدينة السادات في محافظة المنوفية أنه حين تم الحديث عن الوجبات المدرسية كان العدد المستهدف معين وزاد مليوني وأضف أن منظومة التغذية المدرسية مستقرة ومؤمنة ويتم المحاولة لتكون عناصر التغذية مناسبة لسن الطلبة وتبع الرئيس السيسي خلال افتتاح المرحلة الثانية لمصنع سايلو فوز للصناعات الغذائية بمدينة السادات إذا كنا عوزين نحق توازن في أسعار المنتجات الغذائية لكل المواطنين محتاجين يكون عندنا عدد أكبر من الكمية المطروحة والمنتجات بتبقى طبقاً لمواصفاته معايير الصحة العالمية وهيئة سلامة الغذاء ولا يمكن إقرار أي شركة والتعاقد معها إلا إذا تم إقرارها من هيئة سلامة الغذاء وجه أيضاً الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة طمأنة للمصريين حول استقرار المخزون الاستراتيجي للسلع مدة ستة أشهر رغم الأعباء المالية الكبيرة أيضاً قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ابتتاحه للمصنع بمدينة السادات مش عاوزين تكلم في موضوع الأكل كتير في التلفزيون وأكد إن كل حاجة متوفرة وأن هناك شفافية من جانب الدولة ومصداقية في الإعلان عن كل شيء وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تستورد مليوني طن مليوني ونصف طن تحديداً زي الطعام وهذا الرقم يمثل نسبة 90% من حجم احتياجات الدولة مضيفاً بنستورد مليونين ونصف طن زيت وده أكتر من 90% من احتياجاتنا وشغالين في خطة لزراعة حوالي 52 ألف فدان فول سوية والعام القادم 500 ألف فدان فول سوية لزيادة حجم إنتاج الزيت من فول السوية وعشان الفلاح النصري يستفيد بدل ما بنشتريه من برة أضاف الرئيس السيسي ما تنسوش إن البلد خلال 40 سنة زادت بنسبة كبيرة جداً وكمان الدولة ما تقدرش تعمل خطط وتنفزها تجابه بها هذا النمو الكبير أيضاً خلال كلمة لها أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن سياسة مصر تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل والخارج وأضاف أتابع مواقع التواصل وبشوف إن الساعات بيبقى في حماس زيادة أو حتى كلام لأتحدث عن موضوعات محلية وإنما موضوعات خاصة بالعلاقات مع الأشقاء هذا الأمر لننتبه لي كويس لأنه يعكس مدى فهمنا وتقبيرنا للعلاقات مع الأشقاء وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية بمدينة سايل فودز إذاناً لابتتاح المرحلة الثانية من المدينة والآن أعرض لحضراتكم بعض المعلومات عن مدينة سايل فودز حيث تقع في مدينة السادات بإجمالي مساحة تبلغ 346 ألف متر مربع تشمل عدداً من المصانع على أحدث طراز يستخدم فيها أحدث التقنيات والمنشآت الصناعية عالية التقنية كما تضم مساحة واسعة للتخزين والتي يتم إدارتها بمنظومات عالمية هي الأكثر تطوراً من كبار الموردين الدوليين تشمل أيضاً 14 صومعة للحبوب ومجمع طباعة شامل لتغليف المنتجات الصديقة للبيئة لضمان تلبية متطلبات كل مستهلك لمنتجات صحية وعالية الجودة وآمنة مشاهدين الكرام مستمرون في تغطية إخبارية على مدار الساعة على شاشة تلفزيون اليوم السابع أشكر لحضراتكم طيبة المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة